قصف عنيف على الأحياء الريفية جنوب الحديدة شنته ميليشيا الحوثي على حيس والدريهمي وبيت الفقي تسبب بأضرار بشرية ومادية حيث كثفت الميليشيا نيران أسلحتها الثقيلة بشكل عشوائي على الأحياء المكتظة بسكان في حيس الواقعة جنوب الحديدة ما أدى إلى إصابة طفلين ووفق المركز الإعلامي لألوية العمالقة فإن عماد المعمري وعمر مرشد جرى نقلهما إلى الخوخة لتلقي العلاج وأفادت مصادر عسكرية بأن قذائف مدفعية الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا قصفت مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي ومواقع عسكرية للقوات المشتركة وتعرضت مديرية بيت الفقيه لاستهداف مدفعي طال قرى منطقة الحاج ووفق مصادر محلية فإن القذائف سقطت بالقرب من المزارع ما تسبب بنشر حالة من الخوف والرعب بين مواطني المنطقة وفي مديرية التحيطة صعدت الميليشيا هجماتها المدفعية على منازل ومزارع المواطنين في مناطق الجبلية مستخدمة للأسلحة الثقيلة والمتوسطة وخلفت الكثير من الأضرار بالممتلكات العامة تستمر خروقات الحوثي رغم وجود الفرق الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة والتي تشرف على خطة المراقبة لوقف إطلاق النار دون إدانة لميليشيا الحوثي التي تمارس بشكل شبه يومي هجماتها على المدنيين ومنازلهم ومنازلهم